لفت نظري كنت بتابع هذه الحادثة ولفت نظري في التغطيات اللي كانت بتقوم بيها محاطات التلفزيون المختلفة ودي عنصر الخطورة ان بدأت نداعات من مواطنين عاديين لا يبقى احنا من حقنا كمان ان احنا يبقى معنا اسلاح بالضبط ودي مسألة تبدولي في مده الخطورة لان دي عبارة عن برميل البرود الذي يستعد الانفجار في اي لحظة وخصوصا يعني الكلب يعرف ان مسألة الامن الاجتماعي بيأثر علىه والوضع الامني ككل بيأثر علىه الضغوط الاتصادي والوضع المالي طالما في انشدار كبير للوضع المالي والاجتماعي سيسوق الوضع الامني ووضع الامن الاجتماعي يمكن هلأ في فترة الساف في كتير اموال بتوصل لبنان من المغتربين وان كان هنوا ببلاده وانع بيبعطوا الفلوس او اللي بينزلوا عن لبنان بقضوا الصيف بس هاي دي فترة شهر او شهران تستمر طيب من بعد المطاعم رح تقفل يعني حتى مبارح الشركة اللي بتشنغل مصفاة او معامل الكهرباء بالزهراني وبدار عماري يعني بالشمال وبجنوب اعلنت انه اوقفت العمل يعني لبنان بحالة تعديم كامل مفيش قهربة خلاص يعني الامكن الممكن تكون منورة وفيها القهربة هاي المولدات الخاصة عندك كميات محدودة من المزود يعني حتى مطار بايروت الدولي مطار رفيق الحرير الدولي عم يشتغل على المولد الخاص باي وقت حتى المطار ممكن يطفي لانه كمية المزودة الموجودة في قليلة جدا ممكن تخلص خلال ساعات الوضع كله ما بيطمن بالاضافة مثلا لا اوضاع المخيمات الفلسطينية اللي عميق على برميل برود برضو لانه اصلا المخيمات كلها من تشرب كل الاراضي اللبنانية من الشمال للجنوب وفيها من الفريقان المتقتلين بيقارب مخيم عن الحلوة اللي ممكن تكون اداة لنشر حالك الفوضى لمصلحة فريق ما بس حتى الان حتى الان ما زالت الاشتباكات محصورة في عين الحلوة بزاق وان كان يخشى من امتدادها لباقي المخيمات وطبعا يعني ايضا التجربة اللبنانية الفلسطينية هي تجربة يعني قليمة انا عمنا حرب اسمها حرب المخيمات مزبوط مزبوط ما هو المشكلة مش بس بمخيم عين الحلوة مخيم عين الحلوة بمطأ جرا فيه محاض بمجموعة من البلدات والقناء من جهة ومدينة صيدة من جهة اخرى لما كانت الصواريخ والرصاص عم يطلعوا من العين الحلوة كل المطأ كانت قافلة يعني جمود كله يعني بالاضافة للاضرار اللي صارت والناس اللي تصوبت بالمحيط يعني حتى مبارح باللال في مجموعة من مسلحين احتلوا مباني للانروال يعني مباني للامر المتحدة يعني اقل شيء ممكن بيوقف المساعدات فيزداد الوضع صعوبة في المخيمات يعني كل الأمور السيئة للأسف عم تصير يعني حتى على حدود بين لبنان وفلسطين المحتلة في نعم التوتر بقى له 48 ساعة واسرائيل عم تحذر حزب الله تحذر للعالم كله انه هذا التوتر ربما يؤدي الى أمور أخرى يعني كل العوامل السيئة مجتمعة بطبق واحد وما حدا بيعرف اينتا هالطبق بيبتدي يرمي لبرا موسيقى